تنحشيش قبل ما أعرف رأيك أنا ورده عايز حضرتك تقول لي لماذا أرى البعض أو بعض الأراء من بعض من لا يشجع النادي الأهلي أنا بقوله هون من بعض من لا يشجع النادي الأهلي رايحة في سكة الانهزامية والإحباط وزي ما كابتن مار بيتكلم الله يا كابتن إسلام ده رغم من أنت كسباء يعني أنا مش عارف وضع طبيعي من طبعا طبيعي آه الناس اللي متشجعش النادي لا يتعودنا بقى في السنين اللي فاتت على الموضوع ده وهو الحقيقة كان موضوع جديد علينا أن تبقى فرقة كبيرة وبتمثل مصر وتلاقي ناحية الناس التانية بتتمنى الخسارة وبتتمنى المكسب للفرقة التانية وده بعض الناس كمان بتقولها علني يعني يعني في بعض الفضائلات الناس بتقولها علني يعني فطبعا نحن هننحي ده طبعا جانبا أنا بتكلم على المبراءة مبراءة قوية للنادي الأهلي جيدة للنادي الأهلي عامل نتيجة كويسة عايزة فاهم بس الناس كلها أن المبراءة النهائي دلوقتي ما بيتش زي زمان الفرقة بقى ونكسب ثلاثة واربعة انت فاهمت زي عشان نروح هناك بأمريح مش مرأة الكلام ده مش موجود خالص يعني النادي الأهلي مكسب والمكسب في حد ذاته ده بيزود المعنويات أنا بس أنا آسف يا كابتا وهي بتتكلم كده احنا لو لقدر الله دخل فينا جنين ومغلوبين اتنين سفر وفي الديئة تسعين بلاس واحد اتنين تلاتة جبنا جن اتنين واحد هنروح بقى يعني هتكمل هتكمل بالزبط وبالتالي انت عندك فرصة واثنين وثلاثة وكتير ده اللي احنا عايزين نقوله ان نادي الأهلي فرص لا قدر الله يعني بس محدش يقول ان انا بقول ان انا بمتمهد لحاجة لا لا النادي الأهلي فرصه ان شاء الله اكبر من الوداد عندك مكسب هناك ان شاء الله عندك تعادل سلبي او ايجابي ادي ثلاث فرص انت فاهم ازاي عندك لقدر الله اخسار اتنين واحد زي ما انت بتقوله يعني في فرص كثيرة لسه موجودة مضبوط النادي الأهلي بطل وقادر ان هو يكسب هناك مش بقى يتعادل ولا لا ان شاء الله بإذن الله يبقى فيه مكسب هناك ويمكن ربنا عمل كده عشان برضو نتيجة اتنين صفر وانت رايح ممكن تدي نوع من الطمأنينة لبعض اللعيبة موجودين او جمهور فيمكن النتيجة دي تدي حوافز اكتر للنادي الأهلي ان هو يبدأ المباراة قوية جدا جدا نلعب للمكسب وبعدين عجبني كولر في تصريح ليه مع اللعيبة في اجتماعهم مع اللعيبة اعتبروا ان المباراة الفاينال دي من مباراة واحدة هناك زي ما كان حصل قبل كده مباراة واحدة ابدأ مباراة انت صفر صفر وان شاء الله بتلعب على المكسب التكتيك اللي الفرقة لعبة بيل وداد هنا مش هيحصل هناك لان هو هيبقى متحفز من البداية انه يهاجم وبالتالي حيضغط وبالتالي يبقى فيه بعض المساحات والصغرات اللي انت عندك لعيبة تقدر ان شاء الله تعود لو ربنا كرم في البداية وانت اللي جبت جون يبقى لابت الوضع كأنه 2 صفر في مباراة القاهرة فانت عندك حاجات كتيرة جدا جدا نتفاقل بيها والناس تتفاقل بيها ان شاء الله ويبقى النادي الاهلي قادر بإذن الله ان ياخد البطولة من هناك ماخدهاش من هنا ياخدها ان شاء الله من هناك